السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة الصفاء الثالث الابتدائي هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع أنواع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة الإجراءات الوقائية من فيروس قلونة تصل وتعقيم اليدين الحفاظ على مسافة آمنة يمنع مشاركة الطعام ويمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر القيمة الشهرية لهذا الشهر المشاركة أما القيمة الإسبوعية لهذا الإسبوع الصدق عنوان درسنا لهذا اليوم كيف أستطيع أن أصمم استخداماً للمغناطيس الهدف الأول يصمم لعبة باستخدام المغانط هيا بنا عزيزتي الطالبة فلنراجع على المصطلحات مغناطيس مادة مغناطيسية قطب قطب شمالي قطب جنوبي قوة مغناطيسية مع الألعاب والأجهزة التي تستخدم فيها المغانط لدينا العديد من الألعاب التي نستطيع أن نستخدم فيها المغانط يترى كيف يساعد المغناطيس هذه اللعبة أو الجهاد الذي ذكرته وأين يوجد فيه فلتفكري قليلاً عزيزتي الطالبة إذا اخترت لعبة من الألعاب كيف تعمل هذه اللعبة باستخدام المغناطيس فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 74 لدينا هنا مشروع الوحدة كيف أستطيع أن أصمم استخداماً للمغناطيس في هذا المشروع عزيزتي الطالبة سوف نصمم لعبة باستخدام المغناطيس سنقوم بالعمل الفردي عزيزتي الطالبة في المنزل مع الأسرة سوف نصمم لعبة باستخدام المغناطيس ونرى ونحدد الاسم الذي يمكنني أن أطلقه على هذا التصميم ما اسم هذه اللعبة ونسمي أجزاء التصميم وأختار هذا التصميم الأفضل وأبني اللعبة لدينا هنا أمثلة على الألعاب التي تحتوي على المغناطيس مثل صياد السمك والأسهم المغناطيسية وهذا الولد يستطيع أن نستخدم المغناطيس وهذا أيضاً المغناطيس أيضاً لدي هنا عزيزتي الطالبة بعض النماذج التي يمكن تنفيذها في المنزل لدينا هذه الصورة الأولى التي عبارة عن الوجوه يمكن عزيزتي الطالبة طباعة وجه أو رسم وجه كما نراه في الصورة ويتم تقطيعه ولسق المغناطيس أسفله وبضع هذا كأنه لعبة البازل على سطح معدني أيضاً عزيزتي الطالبة يمكن أن نقوم بهذا العمل باستخدام عالم قطر تقطيع عالم قطر كأنه لعبة بازل ولسق المغناطيس أو يمكن استخدام خريطة دولة قطر وهنا أيضاً لدينا هذا البازل باستخدام أجزاء جسم الإنسان لدينا أيضاً لعبة مختلفة وهي لعبة صيد السمك لدينا هنا العديد من الأسماك ممكن سمكة أو سمكتين في كل سمكة نعلق فيهما مجبك والسنارة تحتوي على المغناطيس إذا كان لدينا عزيزتي الطالبة هذه المغناطيسات الصغيرة الدائرية الشكل أو المستصيلة قد نستطيع أن نبني بها برج نبني بها سيارة قد نستطيع أن نبني بها أي شكل من الأشكال هذه بعض النمازج عزيزتي الطالبة التي يمكن الاقتداء بها لتفعيل هذا المشروع على كل طالبة أن تقوم بهذا المشروع وتسليمه في المدرسة حافظي دائماً عزيزتي الطالبة على ترتيب عمل قدر الأمكان ويتم تسليم المشروع في موعد أقصى 10-3-2021 انتهى درسنا لهذا اليوم دمتم في حجز اللية ورعايتهم